السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكو حبايبي في فيديو جديد واجابات كديدة على اسئلتكم وحشتوني جدا 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 من فيديو ده الاسئلة اللي فات. اه كل الاسئلة اللي انا بجاوبكم عليها دلوقتي انا بجاوبها في التعليقات بس اه بعمل لها فيديو علشان في ناس كتير بتبقى عايزة تسأل نفس السؤال فيسهل عليهم. اه نبتدي باول سؤال. الفيديو بتاع ترتيب الخيوط كانت في مشتركة جميلة بعدتلي بتقول لي ان هي رتبة الخيوط بتاعتها في اه جزامة. اه اللي هي مش يعني مش بتاعت الاحزية لأ يعني هي بتتباع في المحلات على انها اه للاحزية بس هي رصت في الخيوط بتاعتها وبتتقفل هوريكو صورتها. بتبقى زي كده. دي دي بلاستيك اه بمان بص بباب كده. وبتتقفل ترس الخيوط ودي جميلة جدا ان هي اولا ما بتاخدش مساحة. اه ثانيا اه 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 تبقى تنظيف الحاجة سهل ومقفولة عليها وقت ما تكيتشتغل بتفتحيه. وسعرها مش غالي يعني سعرها رخيص وشكلها دي كورها حلو ممكن فيه الوان واشكال واحجام كتير منها اه كتير. في نوع تاني اللي هو بسوستة ده اه بيبقى قوايم حديد يعني حديد واقف وامتغلف بمشمع دي مش ببلاستيك زي التاني. التانية غير بلاستيك زي التيربو. دي بيبقى مشمع اه اه وليه وبتتقف كده زي الدولب اللي تقف في الخيام والحاجات دي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا او اي حاجة بتروحي لماها وشايلها مفيش اي مشكلة احتاجت اياها بتروحي فتحها تاني. ما زي ما بتاخدي مساحة حاجة اه كبيرة. والخط بما انه خفيف فهيستحمل. هتستحمل معاك ان هي اه تحروتي فيها الحاجة. و اه عشان ليها غطى هتحافز على ايه الخيوط اه بتاعتك. اه شكل تاني اطول. و اكبر. وبصي حتى تحت فيه بوكساتة ايه تحت في الضرف التاني من تحت. لو انت عايز تحطش كمان الادويات بتاعتك. اي مشتركة جميلة تانية كتبت لي انه اه ان هي عملت فعلا ارفف. ورصت فيهم الخيوط بس اتطربت. فاضطرت ان هي تروح لماهم تاني. وتشالهم في باسكت. وكل ما بتجدت تاخد خط فبتقلب الباسكت كله. و اه بتاعت اسمها ايه اه بتاعت اه بتاعت اه بتاعت اه تعمل ما تدور على الخيوط بالبهد الدينية تاني. فانا قلت له على اقتراح اه اللي هي ممكن تغلي في الخيوط كده في كياس شفافة اه لو مش عايز تكلفي نفسك. في الخيوط الشفافة اصلا اللي احنا بنشتري فيها الخيوط. تمام? اه اه مسلا فيه كس فضي فبتلمي فيه يخيوط اللي عندك وبتروسيهم بتلميهم في كياس كده. وبتحطيهم في قلب الارفف. ده بيسهل عليك النظافتهم و اه كش شفاف بيبينك الخيوط اللي عندك. و في نفس الوقت بيبقى مرسوسة في الارفف بشكل اه جميل. ممكن نرسوهم في اه كياس زي كده. وبحطوهم بقى فوق بعضيهم بحيس ان بقى كل الالوان الموجودة واضحة عندك وما يضطربوش ولا يتبهدلو. وما تطريش تقليبي البازكت تاني. ممكن تعبي كل مجموعة اه في قرعيل باكرتون كده اه وتقفليها بغطا وتبقي كتبة عليها من بره دي اه فيها ايه ووردو ترسيه فوق بعضيهم مش هتاخد مساحة ويبقى منظام لك الخيوط. ده اه تعليق جالي على الجوانشي اه اللي بغرزة ادي فيرة اه كانت بتسألني هو هاخد كامب اه جرام من خيط هملايا افري دي سوبر لوكس. كما جوابكو على السؤال ده عايزة اوريكو بصو انا مغلفة لو انت عسا انا بس عطعمي معرض او اه عندك شغل كتير اه شايلاء عشان ما يتطربش برضو متبهدلش وتستبقى سهل ان انت تتحصولي عليه كنت الاول انا حرصاهم برضو كده وعشان اجيب حاجة بعضة لبالدنيا. دلوقتي انا بصو لفة كل مجموعة في كيس شفاف المفارش مثلا دي مفارش جبل فرادي ايس كاب. اه عندي اكياس ورصاهم في الضرفة فوق بعضيهم كده هو بحيس ان انا عايزة اي حاجة منهم سهل ان انا اوصل لها. اه دي دي الكياس بتبقى زيتية اللاصق. كيس كده بيتباع بصي. في من هنا بيبقى ورقة شفافة كده بتشريها وهي بتلزق منها فيها لو ما فيش بيتزقيها بسرطيب عادي او بلاز. ده كياس بيتباع بالكيلو. اه عند المحلات الكبيرة بيتباع اه ام كياس وعيلة وحاجات زي كده. وانا جاي بقى من العتبة من حرط المزين. اه بيتباع بيبقى بيبقى هم حاطين عرضين للكياس كل انواع الاكياس والشنط والحليات الصغيرة من اول المدليات لغاية الشنط الكبيرة. اه وبيقولك دي سعرها دي مقاسها كزا وسعرها اه كده في الكيلو بتروح من حدود اه اربعين خمسين جنيه على حسب الكياس. وفي نوع بثلاثين جنيه. تمام? اه تمام. اما بالنسبة للجوانتي. اه ده. اه ده انا شغالة بخيط ناكو اه فيزون. خيط ناكو فيزون اخد حوالي شلة وحبه صغيرين قوي. لكن خيط هملايا افري دي عشان اسمك شوية. فهياخد حوالي شلة اه ونص عشان غرزة اه دفيرة. تمام? تعليق بتاع اه الجميلة اللي بتقولي على الجزامة. تعليق الجميلة اللي اه من سبب التراب نقلت حاجاتها في البسكتاني يا رب الفكرة بتاعت الكياس تكون اه تفدها. ده اه سؤال من جميلة بتقولي انت بشرحتش الشرشوبة في الفيديو بتاع اه السكارف اه اه اللي هو عملنا له اه حزام دفيرة. اه فيديو الشرشوبة ورولكو دلوقتي. الفيديو ده بتاع البوك مارك او هدايا مع الاردرات او حواف لتزييني المفرشات. فعملا في الشرشوبة بالتفصيل. مش عارفة توصلينه ولين او انا حطلك اللينك بتاعو. هحطوله كده كده في التعليقات تحت الفيديو ده. في مشتركة جميلة سألتني يعني ايه صندوق الوصف اللي انا وكل شوية بقول لكم صندوق الوصف تحت الفيديو. صندوق الوصف تحت الفيديو. الجروب هحطلكم اللينك بتاعه برضو في صندوق الوصول. اه هطولك في التعليقات اه بتاع القناة اسم كروشي فن وحص على الفيسبوك. تحت الفيديو بصي في مسلس صغير اهو مقلوب. تمام? دوسي عليه. بصي اللي حصل. طلع تحت اهو. طلع وصف المفرش اهو الشغل يعني. وتلع بقى لينكات لحاجات كتير لما بقول لكم هستيب لكم حاجة في صندوق الوصول. تحت الفيديو هو ده صندوق الوصول. يعني هنا خرز. اه هنا شغل الكروشي. اه شغل هنا مفارش. هنا اكسسوار. فبتروح دايسة على اللينك بيدخلك على اه الحاجة اللي انت عايزها. يعني هنا مسلا سي شغل الخرز. بدوس عليه. بيروح جايب لك القيمة كلها كده. تضاري بقى تقلبي فيها وتشوفي الحاجة اللي انت عايزها. فهمش شي فكرة في ايه? انا ما اقول لك حاجة. في صندوق الوصول. يبقى المثلس الصغير اللي تحت الفيديو. عايزة بتدوسي عليه كده. بيروح مقفول وتروح يرجع الفيديوهات تاني. هنا مشتركة يا ميلا. طلبت مني بتقول لي اه لو سمحتي. اذا الخيط رفاية. كم سلسلة اشتغل لسيدة اه لسيدة يعني المقاس كبير. ده الايس كاب اللي بتسعني عليه. المقاس ده اصلا مقاس كبير. تمام? احنا عاملين اه بجين ب 72 سلسلة. احنا هنشتغل اه مضعفات رقم اتناشر. نشتغل مضعفات رقم اتناشر. رجعت ما توصل للمقاس اللي انت عايزين. ده بخيط اه ناكوفيزون. لو انت عايز تستخدمي اي خيط تاني سواء سميك او رفاية. بس في حاجة هنا في النقطة دي. لو انت عايز تستخدمي خيط سميك مش هيبقى حلو في خرزة الدفيرة. الدفيرة عايزة خيط متوسط او رفاية. هو متوسط افضل لان رفاية هيطلع عينك شوية. اه علشان يديكي الشكل الحلو. مش لازم انكوفيزون. ممكن اي خيط اه في نفس السمك بتاعه بتشوفي اه اه نفس اه انا كل فيديو بقولك الخيط ده كمت. فتشغل بحاجة قريبة من عدد الامطار نفسها علشان اه تطلع لك اه نفس اه النتيجة. اه والله حتى لو شغلت بخيط مصري هيطلع لك برضو نتيجة كويسة. اه لو انت عايزة تشغل باي خيط تاني هتعملي اتناشر سلسلة واثناشر سلسلة واثناشر سلسلة. لغاية ما بتقفليهم على الراس بتاعة اه الشخص اللي انت هتعملها له. قفلت خلاص بتبدي شغل زي خطوات الفيديو عادي خالص. هنا مشتركة بتقول لي اه اميرة اميرة بتقول لي عياريت تععلمينا ازاي نشبك القطعة على المسلسة. انا عاملة فيديو اوريدي هوريولك دو الوقت. ده في الفيديو الاولاني ده في اه هو تشبيك اه محتيات مربعة وفيها تشبيك مسلس في نفس الفيديو. فيديو اه تشبيك واحدة مسلسة في البلوزة دي. البلوزة دي احنا عاملناها بالتفصيل في القناة بكل الواحدة المربعة وتشبيكها وتشبيك المسلس والقنار والتفنيش البلوزة كلها. هنا اه مشتركة جميلة قد بالي لو سمحتي انا لازم يكون الخيط رفيع. اه عيزة نفس الصورة اللي في الصورة الاساسية خيط ايه وسنارة كام. اللي انا عاملها في الفيديو انا عاملها بخيط اليزا بيبسكريم. اه وده خيط اكريليك عشان يبقى شتوية. وانت عايزها سيفي زي الصورة التانية اللي هي دي. ده بخيط اليزا ديفا عشان يبقى رفيع كده وده يبقى سيفي او خريفي او فيه ساعة الناس بيستخدموه كخيط ويعني بس هو كده يبقى اه يدخلها هوا يعني. اه خيط اليزا ديفا فيه منه بيبي ده المخاصر الاطفال بيبقى ارفع سيكا. يعني ارفع حاجة بسيطة من اليزا ديفا بسلك افاكت. بيبكتوب عليه سلك افاكت. بس انا اللي ما عندي يواتي ديفا اه ده. اه ده بتستخدمي معاها ابرة اه رقم اه تلاتة مليمتر اه الامونيوم او اه لو انت اديكي مسكة في الشغل. لو انت اديكي مريحة استخدمي ابرة ستلس مقاس اه تلاتة برضو. اه عشان يشد معيك الشغل اه كويس. واللي ستلس افضل من الامونيوم علشان يطلع الشغل منصك وجميل. فيه الخط رفاية. سيفة ليه طويل. فيه مشتركة جميلة. احلام. اه بتقولي اه يعني شكرا عفيا مزيانة برشا. انا بديت نخدم فيها معاك بابرة خمسة. انا عاملها بابرة اه 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 خمسة. لكن انت حصلت على كترة دايرة اكبر. معنى كده ان الخط اللي معاكي اكبر. اه لانك ممكن تكوني شغالة بنفس الابرة. في خطين مختلفين. فالخط الاجبر بديكي مقاس اكبر. الخط الاجبر بديكي مقاس اصغر. فبتقولي ديتني كترة اكتر من 25 سطن. معنى كده المقاس هيبقى اكبر. جالها 30 سنتي. فبتقولي نواصل ولا نفك ونعمل ابرة اصغر. عندك حل من الاتنين. يا اما تفكي وتشتغل بابرة اصغر. اه اربعة ونص مسلا او مقاس اربعة حسب ما يديكي المقاس بنفس الخيط. او بتقلي اللي هو قبل يا مش انا بفضل ما اعمل تزايد تزايد. قبل ما اعمل التناقص. بابدأ التناقص بتسيب انت سطرين سطرين علشان يقلي معاكي المقاس شوية. فعندك حل من الاتنين. وانا الافضل بالنسباني ان هي تبدأ بابرة اصغر علشان تمشي بنفس الخطوات بالزبط. ازا انت بقى عندك اه المقاس اسمها ايه. اه المقاس اه طالع صغير بتكبري الابرة او بتكبري الخيط او بتعمل الخيط على فتلتين علشان يبقى اكبر معاكي. ده شكل اي سكاب اهو. البري. تمام? يا اما هتشتغلي بابرة اصغر لو يتعز صغير المقاسي اما بصي بقى ايه. هنا احنا مجرس مشينية منعمل تزايد 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 عشان الدايرة تكبر. هتعملي ايه بدلا ما تعملي ايه تزايد مسلا اربع خمس صفوفة تعملي صفين تلاتة وتروحي موقفة لو مقاس كبير وتروحي عاملة صغير. في ناس كتسألت لو انت عايز تعملي لبيبي او حد الصغير. هتمشي لحد ما تخلصي النجمة دي. هنا هو كده اه. وهتشوفي المحيط بتاع الدايرة وانا كنت شرحته قبل كده في فيديو. لو انتو عايزين اشرحولكم بتفاصيل تانية واشرحولكم ان شاء الله. هتشوفي التناقص ايه? ده زيت في الدايرة كده. تمام المقاس بتاعه. خلاص هتبداي تعملي تناقص زيت هتعملي الجزئية اللي تحت دي على طول مش هتعملي آآ كل الزيادة دي. تمام? او ده من نهاية التانية. اه. ايه ناس سألتني على الايس كاب ده. انا وردتلكو الجوانتي اه بتاعه. الجوانتي بتاعه اهو. ودي كفية اه بتاعته. انا عملتها كفية ملفوفة عرقبة. مش بحب الطويلة. ودي حاجة ترجع لك. عايز تعمل كملي بنفس الطريقة. اه كملي. اه اه. دي كفية بغرصة الدفيرة وعمل لها الضرائر علشان تثبت على المقاس او المحيط اللي انت حباه. وتبقى ملفوفة كده عرقبة محكمة. نحبش الكبيرة. بس انت رعزات كبيرة هتعمليها برضو نفس العرض. وهتعمليها طولها حوالي من متر ونص المية وتبانين اه سنتي. اخيرة اه مترين. طبعا انت عايز تعمليها طويلة ومجيوب بقى دي تعمليها مترين اه ونص. وتعملي اعرض شوية. في كبال فستان سنو وايت. في مشتركة جميلة بعتتلي بتقول لي لو انا عايزاء لمقاس اتناشر اه لا سبع سنين. لمقاس سبع سنين. هنعمل له اه نعمل ايه. الميزة في الفستان ده ان هو البداية بتاعته مش اه سلاسل اولى اعمدة. بدايته حلقات. وده مسهل علينا الطريقة. اه اه هتبدأي اي مقاس. اي مقاس انت عايزة هتبدأي فيه هتعملي حلقات بتقبل الاسم على رقم اربعة. تمام? احنا عملنا عشرين اه حلقة. هتعملي بقى ايه? ايه روح يمزودة تريميلي اربعة وعشرين حلقة. ده يتي مقاس كويس تمام. ملقتيش كويس تزودي كمان اربعة حلقات. دي بقى هتعملي كام? تمانية وعشرين. اه اه اتنين وتلاتين. ستة وتلاتين. اربعين. اه اربع واربعين. هتفضلي تكبري في عدد الحلقات لغاية ما تبقى مقاس الرقبة مزبوط ومش فارق ان اه تعملي اكبر عشان انت عامل لها الزراير اصلا من ورا. تتفتح وتقفل تدخل الرأس. فانت هتعملي عدد حلقات تقبل اسمه على اربعة. اه وتقيسي على مقاس الراس. بالنسبة للموديلات التانية البلوفرات اه فاحنا بنعمل اه تقسيم سلسلة في كل فيديوهات. اي فيديو بتاع ملابس بتلاقي تحت الفيديو في اه تقسيمة السلاسل. زي ده او زي اي واحد موجود على القناة. عدد السلاسل البداية انت بتعملي السلاسل اه بداية. وبتقسيهم على الراس. ليه ليه ده? عشان ده مقفول. بصي مقفول مش مفتوح. فعشان تدخل الرأس بسهولة عشان ما فيش زراير تقفل. فده لازم تعملي اه مقفول على الراس. تعملي سلاسل وتقسيها على الراس. وتشوفي في صندوق الوصف انا عملالك تقسيم السلاسل كتير. صندوق الوصف اللي قلنا بتدوسي على المسلس تحت. بيظهر لك التقسيمة او على جروب القناة على الفيسبوك اللي هو كروشيفا وحس. اه هتشوفي اقرب تقسيمة اه للسلاسل بتاعتك. مسلا انت عملت مية السلاسل. والتقسيمة عندك يا اما تسعين يا اما مية وعشرين. تعملي ايه? هتشوفي الاقرب ليهم. انت بتاعتك مية وفي مية وعشرين وفي تسعين. شوفي عملت التسعين. لقتي مناسب تمام. لقتي دي ايه بتروحي ينقل على المية وعشرين. خلاص. عشان تعمل تقسيمة مظبوطة اه بتاعتك. فهمنا الفرق ايه? هنا مشتركة جميلة بتقولي ازاي اشتغل رقبة مدورة زيك. اه الرقبة هنا في البلوفر ده وارا اقولكم. البلوفر ده اه بلوفر بغرصة الباسكت. اه احنا عملنا عادي اه صدر مربع. انا عشرحة بالتفصيل المميل. المميل جدا يعني للناس المبتدئين ازاي نعمل البلوفر ده. اه اه الرقبة انا عملتها عادي اه مربعة. وبعد كده عملت البلسية عليها فلا. بس انت لو انت عندك رقبة واسعة وعايزة تلميها واريكي الفيديو بتاعه. لما عليش ما واريكي الفيديو التاني عزا بس اقول حاجة على بنفس البلوفر ده. اه في مشتركة قالتلي ان هي اشتغلت من فوق كويس وجدت عند غرزة الباسكت حاسة البلوفر ديه. معنى كده ان انت عامل عند الباط ما عملتيش المسافة اه تمام. بتعملي ايه عشان مبقاش دايق من تحت بتشتغلي اه الصدر المربع ده. مريح بتقيسي على تي شيرت او تقيسي على الشخص. لغاية ما توصل لمحيط الصدر اللي انت عايزة بين القطوتين اللي هما من الكم لكم كده. وبعد كده تقفلي وتشتغلي الباسكت. وعدي غرزة كويس عشان تتأكدي ان غرز منقص منها اه غرز. فيديو التناقص اه في رقبة بلوفر او فستان بسهولة. ده فيديو لو انت عامل رقبة كروشي واسعة ومش عايزة تصغريها. بس في نفس وقت عايزة تلمي الرقبة بتعملي ايكولة بطريقة دي سهلة جدا في طريقة بالطريقة التناقص. اه لو انت مش عارفة توصل الفيديو دي قوليلي الفيديو ده قوليلي وانا حطولك فيه التعليقات. اه ده بتعملي اه الرقبة بتبقى مالمومة وفي نفس الوقت مارينا معيك عشان هي بليسي بتفتح بتخش الرأس وتطلع بسهولة. هنا ده شكل الرقبة قبل ما دعمي بالسواسعة ازاي قبل ما نعملها التناقص وبعد كده ما عمنا التناقص اه لميناها. مشتركة جميلة بتقولي اه انت بدأتي ب عشرين عمود غير التلاتة سلسلة ولا بيهم. كانت توصد المفرش اه ده. المفرش ده اه اه كنت بدأت تلاتة سلسلة وعنيهم اربعة اه تلاتة وعشرين عمود وعملوا في الاخر اربعة وعشرين عمود. هنا مشتركة جميلة معي. بتقولي روح انا بشتغل اه زيها. لكن لازم اوسع مش عارفة كيف اه زي توسع الجاكت اه ده. فيديو الجاكت. الجاكت ده ينفع صيف ينفع شيت وينفع خريف ينفع. اه حسب استعمال الخيط اه بتاعه. موجود بالتفصيل على القناة كفيست. من غيركم وموجود اه بكم. هنا ده الفيست وهو قط اه بقطعة كروشية واحدة بس. وسهل جدا طريقة بتاعته. هنا هو ده فيديو توسيع وتكبير الفيست او الجاكت من غير فك الشغل. يعني انت خلصت الجاكت وعملت فيه. وطلع ديق. عشان تتوسعين من قدام. طريقة سهلة. جدا ولا اسهل. اه شوفوا الفيديو هيجبكم ان شاء الله وتقدروا توسعه بيه اه الحاجة اللي انتوا عايزين توسعوها. احبكم في التقم ويكون سهلة عليكم. لايكوش الفيديو واحبكم جدا. ولولي رأيكم في اه الاسئلة وطرحها واجبتها. وقلولي اعتباكو طريقة السرد الاسئلة كده بالرد عليها. ولا فيه طريقة تانية ممكن تريحكم. ولولي رأيكم بيهمني جدا فيه ما تخيلوا في التعليقات. احبكم جدا. ويا نشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى